السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الزراعي قسم الدواجن أهلا ومرحبا بكم على قناة مصر للتعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن تناولنا في الحلقات السابقة مادة تربية الدواجن أخدنا وحدتين مهمين جدا جدا أخدنا وحدة دجاج التسمين اللي إن شاء الله سنعمل عليها مراجعة النهاردة شاملة وإن شاء الله بإذن الله تنول إعجابكم وتناولنا برضو في الحلقات السابقة وحدة أخرى كانت مهمة جدا كانت بتكون من ثلاث مخارج وهي وحدة دجاج الجدود والأمهات وعرفتنا الأصول وعرفتنا مزايا الجدود وعرفتنا جات منين أصول هذه السلالات النهاردة بس هنقتصر طبعا شغلنا على دجاج التسمين اللي وحدة الأولى هنعمل عليها مراجعة قيمة جدا ياريت الناس كده تجهز معي وتطلع وراء وقلم وتكتب بعض الملاحيز اللي هنقولها مع بعضينا أكيد هتكون حلقة إن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها وإحنا على إعتار طبعا فترة نهاية الترم الأولاني إن شاء الله بإذن الله نعمل يعني ريفيجن سريع كده على كل ما درسناه في هذه الوحدة وهي وحدة دجاج التسمين تكلمنا قبل كده وقلنا إيه هو دجاج التسمين عرفنا إن دجاج التسمين هو الأكثر تداولا بين أفراد الشعب المصري وقلنا أن هذه السلالات تتميز بسرعة في النمو تتميز بدورة رأس مال قصيرة لا تتخطى تمن أسابيع يعني إيه حضرتك يعني بنجيب الكاتكوت من عمري يوم إلى أن يصل لعمري تمن أسابيع ويتم تصويقه عشان كده بنقول إن دورة رأس المال بتاعته قصيرة إذن ده من المواضيع المهمة جدا اللي ممكن أي شاب يمارس هذه العملية عمليا ويعني يقوم بتقديم مشروع لنفسه يستفيد منه ويتربح منه ربح وفير خاصة إن زي ما بنقول لحضرتك في عندنا بنود أساسية في عندنا احتياجات رئيسية في عندنا عمليات تحضين لو حضرتك اتبعتها من خلال الحلقات اللي احنا بنقولها مع بعضينا أكيد استفادتك هتكون عالية لما تتعرف على عمليات التحضين اللي بتتم لما تتعرف على خصائص الدجاج لما تتعرف على ما هي المقررات الغذائية اللي بيحتاجها كل طائر لما نتعرف مع بعض على أنواع المساكن المناسبة وقلناها قبل كده وقلنا إن عندي نوعين من أنواع المساكن عندي مساكن اللي بيطلق على المساكن المفتوحة وعندي المساكن المغلقة أو العنابر المغلقة وقلنا إن العنابر المفتوحة تعتمد على وجود فتحات لإحداث عملية التهوية بينما العنابر المغلقة كانت بتحتاج نظام كامل لعمليات التهوية من شفطات ومراوح وكل ما يلزم للعنبر إذن ده اللي احنا اتكلمنا فيه وإن شاء الله حنتناوله تاني بشكل كويس بإذن الله تستفيد منه زي ما قلت لحضراتكم الهدف من منظومة الجدرات لازم لازم الطالب يستفيد من هذه المنظومة بجانب تطبيكي جانب عملي يستطيع تنفيذ كل مهارة توكل إليه تمام من قبل المقيم تفقنا إن معاك المقيم اللي احنا بنقول عليه طبعا المدرس اللي تغير المسمى بتاعه بقى مقيم لأنه هو دوره دلوقتي أصبح التقييم بالنسبة لحضرتك لازم حضرتك تنفذ العملات بإيدك عشان نقدر نقول إن هذا الطالب طالب جدير أو طالب غير جديد وزي ما قلنا مش قصة بس إن حضرتك تتعلم نواحي نظرية فقط لغير الهدف من منظومة التعليم الفني ككل هو إعداد طالب مؤهل يستطيع الاعتماد على نفسه وكل حلقة بنقول الكلام ده لأن فعلا هذه المنظومة بتساعد كتير جدا جدا من الطالبة لما الطالب يأدي المهارة بإيده أكيد مش حينساها غير لما يدرس بس من النواحي النظرية فإن شاء الله بأمر الله ياريت ياريت الناس كلها معايا تمام أولاده بنات كل واحد معاه ورقة وألم ويدون الملحوظات اللي بإذن الله بإذن الله حتكون مفيدة وقيمة جدا بالنسبة لحضرتكم وياريت يكون معنا تواصل على قناة مصر للتعليم الفني من خلال الحلقات اللي بتنزل على اليوتيوب أي تساؤل إن شاء الله بإذن الله حتلاقي إجابة ليه فما تكسلش إنك تسأل على أي حاجة أو أي استفسار سواء خاص بالمادة أو خاص بالمشروع اللي حضرتك حابب تعمله لأن ده هدفنا الرئيسي وسبب وجودنا في هذه القناة المحترمة اللي أعتقد إنها فرقت كتير جدا جدا مع الطالبة وقدمت واجبة علمية دسمة لكل طالب قاعد المعلومة بتجيلك لغاية عندك ممكن ترجحها وتجيبها مرة واثنين وثلاثة تتعامل معها يعني في المتناول أصبحت في المتناول عكس ما كنا زمان بتخش بس مع المدرس في الحصة المدرس بيشرح مجموعة أشياء نظرية حضرتك بمجرد ما بتنزل بيوم اتنين تلاتة بتنسى المعلومة دي أصبح دلوقتي عملية التقييم بالنسبة للطالب هو مهرتك العملية اللي أنت بتأديها لازم تأدي المهارة ديك بمنتقى الإتقاء وإلا مش هتطلع طالب جدير مش هيقيمك المعلم بتاعك أو المقيم بتاعك ويقول إن ده طالب إكتاز هذه المهارة فبالتالي حضرتك هتمارس المهارة تمام بإيديك خلاص مش هتنسى هذه المهارة المعلومات اللي احنا بنقولها لحضرتك دي احنا بنذكرك بيها بكل ما تم دراسته خلال وحدة دجاج التسميم اتكلمنا في بداية الوحدة ديك عن مخرجين فقط للتعلم قلنا أول مخرج من مخرجات التعلم اللي عندنا كان عبارة عن الآتي مخرجات التعلم في هذه الوحدة كانت المخرج الأول كان بيقولي يهيئ المسكن لاستقبال كتاكيد التسميم والمخرج التاني ينفذ العمليات اليومية والدورية في عنابر دجاج التسميم طبعا كل مخرج من هذه المخارج تكلمنا عنه باستفادة حييجي بقى موضوع التقييم بالنسبة لك هو ده اللي احنا هنتناوله مع معرفة بعض المعلومات المهمة جدا عن أهم سلالات اللي طبعا أهم الصفات الانتاجية للدجاج أهم المقررات الغزائية أهم أنواع العنابر الاحتياجات البيئية اللي يحتاجها الطائر وده اللي احنا بإذن الله حنعمل عليه يعني مراجعة سريعة كده يا رب ان شاء الله تنول إعجابكم نبدأ مع بعض كده بعد ما تكلمنا على مخرجات الوحدة نبدأ مع بعض ونقول ما هي أهمية اللحم من الدجاج أهمية اللحم من الدجاج يعتبر لحم الدجاج زا تقييمة غزائية عالية لحم الدجاج زا تقييمة غزائية عالية عشان كده بيرغب الكثير من المربون في تربية هذه السلالات نظرا لإقبال الجمهور عليه تمام طيب نمرة اتنين الدورة الانتاجية لدجاج التسمين زا ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة سريعة لا تتجاوز التمن أسابيع يبقى دورة التسميم بالنسبة لنا أقصى يا مستر تمن أسابيع تخيل حضرتك بتعمل مشروع بتكسب بعد تمن أسابيع من خلاله طبعا مش هنكسب إلا لو اتبعت كافة التعليمات الأساسية من رعاية بيطرية رعاية طبعا صحية الرعاية العامة تمام للطار تقديم احتياجات بيئية تقديم مقررات غذائية تقديم عليقة متزنة تمام كل هذه العوامل إذا حضرتك قدتها مظبوط أكيد هامش الربح بتاعك حيزين طيب تالت نقطة بالنسبة لنا رخص ثمن دجاج التسمين طبعا إذا ما قرن بأسعار اللحوم تمام العادية حتلاقي واحد يقول لي لا ده السائر دلوقتي وصل مثلا اتنين وتلاتين جنيه أو تمانية وعشرين جنيه أو تلاتين جنيه بنقول لك إذا حضرتك قرنته ما بين أسعاره وأسعار اللحوم وده طبعا بيسد العجز من الناصف الليه في اللحوم الحمراء كمان فبالتالي مهم جدا جدا يعتبر سعره رخيص جدا إذا ما قرن بأسعار اللحوم الليه الحمراء النقطة الثالثة بعد كده وهي سهولة تربيته وتغذيته يعني حضرتك ما بتبذلش أي مجهود يعني آه كل شغلة لازم نبذل في مجهود ولكن عندنا المجهود أقل أصد هامش الربح اللي انت بتحصل عليه إذا سهولة تربيته وتغذيته يعني لو اتبعت التعليمات زي ما قلتلك طرق التربية إيه العوامل البيئية اللي بتوفرها إيه تمام المقررات الغذائية اللي بتقدمها إيه مش هيعوز أكتر من كده منك الطائر النقطة اللي بعد كده وتكلمنا قلنا أن اللحوم صحية لحوم الطائر ده لحوم إيه صحية يعني نقطتين مقترنين من بعض زي تقييمة غذائية عالية بالإضافة أن اللحوم إيه صحية طيب بعد كده ودي النقطة الأهم بالنسبة للناس كلها أنه يوافق العادات والتقاليد الدينية في كل المجتمعات يعني ما فيش دين من الأديان بينهي عن تناول اللي هو إيه الدجاج التسميم لذلك بقى كده بقى مرغوب جدا على مستوى العالم مش مثلا شريحة مثلا نقوله إيه لا اللي بيتناوله بس الدول الإسلامية أو المسيحية أو غيره لا كل الأديان ما طبعا مصرحة بأكل إيه الدجاج يبقى من أهم الصفات الإنتاجية ليه الدجاج أو أهم أهم مزايا أو أهمية اللحم من الدجاج اتكلمنا أول نقطة قلنا القيمة الغذائية بتاعته عالية اتكلمنا بعد كده وقلنا دورة رأس المال بتاعته سريعة لا تتجاوز التمن أسابيع اتكلمنا وقلنا أن رخص سمن دجاج التسمين إذا ما قورن بأسعار اللحوم الحمراء بعد كده اللحوم بتاعته تمام صحية قلنا سهولة تربيته وسهولة تغذيته ما تبزلجي مجهود كتير بالإضافة أنه يوافق جميع العادات والتقاليد تمام في جميع بلدان العالم لذلك دي أول نقطة من النقاط اللي هي ما هي همية اللحم في دجاج التسمين النقطة اللي بعد كده بنقول ما هي أنواع عنابر التسمين نقف عند عنابر التسمين ديك وقلنا عندي نوعين من أنواع العنابر أولا عنابر التسمين ويطلق عليها العنابر المفتوحة بص معايا بقى كده نشوفه يعني إيه العنابر المفتوحة عنابر مفتوحة زي ما قلت لك حضرتك حضرتك أنت كام ربي عنابر مفتوحة أنت اللي بتتحكم في كل العوامل البيئية الموجودة عندك في العنبة بمعنى إيه مستق؟ حرارة، رطوبة، تهوية تمام؟ كل إضاءة أنت اللي بتعملها وأنت اللي متحكم فيه العنبر ملك حضرتك أنت اللي هتعمل تهويتك يا إما نيه في الشباك لا نفتح لا التهوية ضعيفة لا التهوية قوية إذن حضرتك اللي بتقوم بالتحكم فيه جميع العوامل البيئية الكلام ده فقا من نظام النظام المفتوح أو العنابر الليه المفتوحة طب العنابر المغلقة يا مستر إحنا العنابر المغلقة بقى ديت وهي ده الشيء الحديث أو المتقدم من أنواع العنابر يعني إيه يا مستر الكلام ده يعني حضرتك بدل أنت كمربي محطوقة تتحكم فيه فتحات للتهوية لا العنبر يكون مجهز بمجموعة من الشفطات ومجموعة من المراوح ومجموعة كبيرة من أجهزة التبريد ومجموعة من الدفايات ومجموعة من الإضاءة طبعا لازم العنبر يكون والعنابر ديت اسمها عنابر مجهزة اسمها حتى من اسمها اسمها عنابر ايه مجهزة يعني يا مستر عنابر مجهزة يعني عنابر زي مقلنا قبل كده في الحلقات السابقة عنابر مجهزة بكافة الاحتياجات البيئية للطائر طبقا لما هو منصوص عليه في الكتاب يعني زي الكتاب ما بيقول زي ما بنقول كده تمام يا شباب يبقى ايزا الفرق بين العنابر المفتوحة اللي عايزك تعرفه والعنابر المغلقة العنابر المفتوحة هي عنابر يتم التحكم فيها في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية تمام بداخل العنبر المربي تمام عنده اجهزة عن جهزة دفياء بيخش العنبر عنده ترمومترا بيتعلق فيه العنبة على ارتفاع 10 سنط من الارض يعني بنقول يعتبر يعني فوق مستوى ظهر الطائر حضرتك دخلت لقيت ان درجة الحرارة بالنسبة للطائر منخفضة عن الحد المطلوب في درجات حرارة مناسبة زي ما عرفنا وحنعرف بعد كده مع بعض وقلناها قبل كده باستفادة في درجات الحرارة المناسبة لقيت درجة الحرارة منخفضة مفروض حضرتك تعلي الدفاية مفروض تسوي الدفايات الدفايات غير كافية طب حضرتك دخلت لقيت التهوية ضعيفة طب يعني يا مستر التهوية ضعيفة دخلت لقيت معدلات النشادر عالية جدا دي ممكن تخلي يعنيك انت كمربي وانت داخل يحصل لك احتقان كده في الانف او تلاقي دموع نزلت من عينيك نتيجة ارتفاع نسبة النشادر في العنبة اذا التهوية عندك جيدة ولا غير تجيدة لا دي تهوية غير جيدة يبقى انت اللي بتتحكم فيها طبعا من خلال الاجهزة اللي عندك عندنا اجهزة تبريد ودي بتستخدم الواح سليولوزية عالية جدا او رشاشات بنقول على الرشاشات بتطلق مجموعة من الرصاص كده عشان طبعا تزبط لي درجات الحرارة افرد ان درجة الحرارة مرتفعة حضرتك بتشغل الواحة التبريد اللي هي تستطيع تبريد حوالي 12 درجة موية تستطيع تبريد حوالي كم درجة موية معقولة مستر رقم ده الواحة السليولوزية التي تستخدم في موضوع التبريد مهمة جدا ولكنها غالية السماء طب الاقل منها ما عنديش امكانياتها مستر نجيب دي ممكن حضرتك تستخدم رشاشات اللي هي التبريد الرشاشات دي عبارة عن رشاشات بتطلق كمية من الرزاص تمام يعمل عملية الترتيب للعنبة طيب ده كده فيما يتعلق بالدفيات والواحة التبريد والكلام ده كله اللي احنا قلناه اذا حضرتك انت في العنابر المفتوحة اللي هي اسمها العناب في العنابر المغلقة اللي هي بيطلق عليها العنابر المجهزة يبا العنابر المغلقة يطلق عليها العنابر اللي هي المجهزة لازم حضرتك تتحكم في كل شيء في داخل العم بمنتهى الدقة في داخل العمبر حضرتك تتحكم في كل شيء بمنتهى الدقة ومنتهى الاتقال تمام يا شباب طيب ده كده فكرة عامة عن العنابر المفتوحة والعنابر المغلقة يبقى انواع مساكن الدجاج يئم عنابر مفتوحة يئم عنابر مغلقة نقطة اللي بعد كده يجي لك سؤال ممكن يقول لك فيه ما هي شروط اختيار موقع عنابر التسمين او ان حضرتك تمام اثناء عمليات التقييم لازم يكون عندك بعض الاسئلة كده تمام في الدليل بتاعك بيقول لك فيه ايه نمر واحد من شروط اختيار موقع عنابر التسمين يكون الموقع مميز قريب نسبيا حطيلي خط تحت كلمة قريب نسبيا ديه تنتشغال كده قريب نسبيا من المدينة طب ليه يا مستر لتسهيل عمليات النقل لتسهيل عمليات النقل يبقى لابد ان يكون الموقع مميز تمام وقريب نسبيا من المدينة عشان سهل الانتقال منه وإليه يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني حضرتك لو انت عامل اعلى مستوى تمام تربية وعندك دجاج عقالي الجودة وعندك كل الامكانيات لكن صعب الوصول اليك اي تاجر بالنسبة لك راح يتسوق منك هيقول يا عم اه ده عنده حاجات حلوة ومية مية وتمام التمام ولكن المكان بتاع بعيد خالص ده انا بنرهج جدا عشان نوصله فبالتالي ان حضرتك في اثناء اختيار الموقع المناسب للمشروع يجب ان يكون قريب وسهل الوصول اليه وعشان يعني عمليات التنقل بنقول لحضرتك تكون عملية بسيطة وعملية ايه سهلة تاني نقطة منطقة لا تكسر بها الرياح يعني ايه منطقة لا تكسر بها الرياح الرياح ديك من اكبر المخاطر اللي بتقابل الطائر فانا لازم نتحكم في عمليات اللي ايه الرياح اللي بتقابلني اذا انا ليه نروح في منطقة شديدة الرياح خالية من اي مباني تمام خالية من اي مصدت للرياح لا مش هتنفعني يبقى لازم المنطقة لا تكسر بها الرياح نقطة رقم 3 ونقطة مهمة جدا 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 وهي توفر مصدر المياه الصالحة للاستهلاك توفر مصدر المياه الصالحة للاستهلاك يعني ايه مياه صالحة للاستهلاك يعني حضرتك ما تروحش تجيب لمياه شديدة الملوحة بالنسبة للطائر الطائر يشربها تمام تعمل له اه تعمل له قلع تمام تعمل له عصره هضم حتبقى مشكلة بالنسبة للطائر فلازم الطائر يتغزع على نوعية المياه الصالحة للاستخدام اللي هي ايه صالحة للاستخدام خالية من الشوائب خالية من الميكروبات خالية من اي فيروسات موجودة فيها تمام اه تكون مياه تتميز بانها عديمة الرائحة وعديمة اللون وطبعا الطعم التاحة العادي يعني بعديمة الطعم وعديمة اللون وعديمة الرائحة تمام بالاضافة لاهم نقطة خلوها من الشوائب والميكروبات والفيروسات تمام ده بالنسبة لانواع المياه غير كده حضرتك تستخدم مياه تاني يبقى انت بتضر الطائر كأنك بتدي له سموم في داخل معدته النقطة اللي بعد كده طبعا بنقول المساحة او توفر مصدر للكهرباء قبل المساحة زي ما قلنا توفر مصدر للمياه لابد من توفر مصدر للكهرباء ليه مستخدام يا ريس لازم لازم يكون عندي مصدر للكهرباء هي الاضاءة دي مهمة قلتلك مرارا في جميع الانواع الدواجن او الطيور اللي درسناها مع بعضينا قلنا ان الاضاءة مهمة جدا 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 لكل الطيوم نفكر الناس ونذكرها تاني معانا لماذا تكون مهمة الاضاءة الاضاءة تسقط على الغدة النخامية الموجودة في المخ فبيزيد افرازات هذه الغدة لما بيزيد افرازاتها بتزيد شهية الطائر للتغذية فبالتاء الطائر هيكل كتير طب حينما يتغذى الطائر على كمية كبيرة من العليقة تمام ايه اللي بيحصى معدلات النمو بتاحته حدزيد يبقى مهمة ولا مش مهمة مهمة ومهمة جدا 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 يبقى لازم يكون هناك مصدر سابت للكهرباء معايا ولا لا بالاضافة الى ان هناك بعض انواع الدفايات طبعا دفايات كهربائية يعني تحتاج الى كهرباء ليه ومن غيرها العنبر يفشل من غيرها عمليات التحديد تأكد مليون في المية انها هتفشل منك يبقى لازم تاني في الشروط المناسبة معايا كده دون انت اللي قلت سيبك من المكتوب دلوقتي في الشروط يكون مصدر قريب ويسقوي النقطة التانية زي ما قلنا منطقة اللي تكسر بها الرياح النقطة التالتة لابد من توفر مصدر للمياه النقطة الرابعة لابد من توفر مصدر للكهرباء نقطة اللي بعد كده المساحة يجب ان تكون كبيرة ليه يا مستر كبيرة تحسبا للتوسع مستقبلا تحسبا للتوسع ايه مستقبلا يعني يا مستر مش فاهم النقطة دي يعني بنقول لحضرتك لما تاخد مكان وبخلي جنبه مساحة فاضية ليه لا ربما المشروع يكبر منك ومش لا ربما ان شاء الله باذن الله لو اتبعت التعليمات ديت انت نفسك هتقول انا عمبر واحد مش كفاية انا عايز نعمل كمان عمبر عايز نجهز كمان عمبر بدل ما نطلع دفعة نطلع دفعتين معايا ولا لا فلازم تكون حضرتك موفر مساحة فاضية مش ناخد مكان بقى مزنوق هو ده بس كده وخلاص وهو ده مشروعي لا اعمل اعمل حساب ان ان شاء الله باذن الله يكون فيه توسع للمشروع وتكون فيه ارباح جيدة فطبعا يفتح نفسك على عملية او زيادة مشروعك وزيادة عمبرك بدل ما يبقى عمبر يبقى اتنين بدل ما يبقى اتنين يبقى تلاتة تمام يا شباب نكمل بعد كده بنقول ان تكون على مسافة من اي مزرعة تمام تبقى للوايح والقوانية يعني مجيش انت بقى تمام تبقى رايبة قوي على مثلا يعني يعني على الاقل لازم يكون فيه فرق على الاقل كيلو كيلو الى تلاتة كيلو طب ليه يا مستر لربما المزرعة اللي هي على بعد قريب مني خمسين متر ميت متر ميتين متر تلتميت متر الكلام ده كله لو كانت مصابة باي امراض حتنتقل عبر الايه الرياح الهواء ياخد الامراض ديت او وينقل العدو عند القطيع يبقى ينفع لأ خلاص فهمنا النقطة دي يا مستر يبقى يجب ان تكون على مسافة من اي مزرعة على مسافة من اي ايه مزرعة وفقا للوايح والقوانين الايه المنظم نقطة الاخيرة بالنسبة لنا في شروط اختيار عنبر التسميع ان تكون في مكان معزول لتحقيق الامن والامان الحيوي دايما طائر الدجاج طبعا طائر هو طائر هادئ بطبيعته طيور دجاج تسميم طيور هادئة بطبيعتها انا عايز مكان اامن وامين تمام يعني سهل جدا الانتقال منه واليه ولكن ما يكونش المكان يعني معزول قوي تمام يبقى معزول ولكن يعني في منطقة اهم حاجة لابد ان تكون المنطقة اامنة يعني يا مستر منطقة اامنة يعني ما تروحش حضرتك مسلا تلاقي مسلا ناس اه التاجر جاء اخد منك الدجاج وطالع بيه فاناس طلعت عليه حتثبته ده مثلا مكان كلمة اامن اذا لازم حضرتك هذا المكان يكون فيه منطقة مؤمنة ومنطقة معزولة اه ولكنها مؤمنة يبقى ما هي شروط شروط اختيار الموقع المناسب في عنابر التسمين موقع مميز تمام قريب نسبيا من المدينة اتنين منطقة لا تكسر بها الرياح تلاتة توفر مصدر المياه الصالحة اربعة توفر مصدر للكهرباء خمسة المساحة يجب ان تكون كبيرة تحسبا لعمليات الايه التوسع المستقبلية بعد كده ان تكون على مسافة من اي مزرعة وفقا للوايح والقوانين المنظمة لهذه المنطقة ان تكون في مكان معزول لتحقيق الامن والامان الحيوي تمام يا شباب معايا ان شاء الله باذن الله هتكون حلقة جيدة باذن الله الناس تستفيد منها لان احنا بنلم وبنجمع اهم النقاط المهمة اللي احنا قلناها خلال الحلقات السابقة بنذكر الناس بينا وان شاء الله باذن الله تكون فيه استفادة جيدة لحضراتكم ننقل على النقطة اللي بعد كده نقطة اللي بعد كده بنقول نقطة مهمة جدا 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 حد يجي يقول لك انا قلت كزا مرة دلوقتي في المحاضرة فترة التحديد فترة التحديد او عمليات التحديد اللي بدونها تفشل عملية التربية معقولة مستق اه طب قولي يعني ايه فترة التحديد بنقول لك هي الفترة تمام التي تلي خروج الكتاكيت من البيت وتستمر حتى بلوغ الكتاكيت ثمانية اسابيع بحد اقصى بحد ايه اقصى يعني مفروض حضرتك ما تطولش الكتاكيت مايعودش عندك اكتر من ثمان اسابيع اه طب ليه يا مستر مايعودش اكتر من ثمان اسابيع نقول النقطة دي الاول مايعودش اكتر من ثمان اسابيع بيكتمل نمو العظام تمام في عمري ثمان اسابيع يعني ده بيديني خطورة في اطالة فترة التسمين وحنتناولها بعد كده معامل التحويل الغذائي بيقلم يعني بعد الطائر مكا بيتغز على اتنين كيلو عليها عشان يديك كيلو عليها لا كده ممكن يتغز على اتنين عشان يديني كيلو لح لما يتغزى الطائر على اتنين كيلو عليها مفترض ان يديني كيلو لح ده خلال الفترة الاولانية اللي هي لغاية ثمان اسابيع بعد عمري ثمان اسابيع حيتغير معامل التحويل الغذائي وحيزيد بقى يعني ايه يعني الطائر يتغز على عليها اكتر لكن يديني لح نسبة لحمة اقل طب ده بالنسبة لي خسارة ليه لان انا صرفت في العليا يعني بالبلد كده بالمعنى العام اللي احنا بنقوله لحضراتكم ان الطائر حياكل اكتر ما حيديني حياكل عليها كتير لكن مش حيديني منها ايه لحم تمام معايا ولا لا طيب نكمل بالنسبة لعملية الطحدين ايه هي عملية الطحدين هي الفترة التي تلي خروج الكاتكوت يعني اول الكاتكوت ما يفقص تمام كده من البيضة اه يعني بيوبها من عمر يوم يا مستر اصدى حضرتك اه فعلا من عمري الى عمري 8 اسابيع في خلال هذه الفترة انا بنعمل للطائر عملية الطحدين بنعمله عملية ايه الطحدين تشمل ايه حرارة رطوبة تهوية حضرتك لازم تزبط بمعنى الكاتكوت لما بيفقص بيطلع على درجة حرارة في مكينة التفريخ 37 و7 من 10 درجة مقوية 37 و7 من 10 درجة ايه مقوية لما يطلع الكاتكوت على درجة حرارة 37 و7 من 10 درجة مقوية ينفع ناخده نحطه في عمبر درجة حرارة 24% طبعا لأ درجة حرارة 24 درجة مقوية طبعا لأ استحالة ده لو عملت الكلام ده هيؤثر هيعمل نازلة معوية للطائر هيأثر على الجهاز التنفسي التهابات على طول في الجهاز التنفسي حيموت من الطائر اذا حضرتك اللي بتزبط الحرارة يطلع الكاتكوت من المفقص او من مكينة التفريخ تحطه في عمبر تمام على درجة حرارة تقل لدرجتين ولا حاجة عن درجة حرارة وثم كل اسبوع تبدأ تقلل لدرجتين الى انتصل الى درجة حرارة الجو العادي اللي هي بتستمر من 22 الى 24 درجة ايه مقوية ده فيما يتعلق بعملية التحديم يبقى عملية التحديم من الاخر هي الفترة التي تلي خروج الكاتكوت من البيضة الى انتصل لعمري كام 8 اسابيع معلش اتكلمت فيدي كتير رغم انه هو سطر صغير لكن المعلومة فيه قيمة جدا جدا وزي ما قلتلك بيتوقف نجاح المشروع بتاع حضرتك على اجراءك لعملية التحديم اذا اجريت عملية التحديم بالدقة المطلوبة والاحتياجات البيئية المطلوبة الكلام اللي احنا بنقوله علميا وعمليا لازم حضرتك تأكد ان شاء الله باذن الله انه هتكون ارباحك زايدة تمام؟ لكن ما انا مش عايزك تخصى مش عايزك تعمل حاجة حضرتك خطأ مجرد خطأ بس في تقدير درجة الحرارة ان انت سبت درجة الحرارة تنزل القطيع كله يموت منك او يحصل له مشاكل وتضطر تصرف بقى كمان وادوية وغيره مستقل وطبعا هتخش في دايرة صعبة جدا جبه فترة التحديم هي الفترة التي تلي خروج الكاتكوت من البيضة وتستمر حتى بلوغ الكاتكيت سمانية اسابيع بحد اقصى من العمر حسب نوع السلالة ننقل عن نقطة اللي بعد كده كيف يستدل على رتوبة الفرشة موضوع دا مهم جدا 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 واعتقد وانت في التقييم مع المستر قيمك مع هذه النقطة وعايزك بقى تركز معي كده تقيقة واحدة عشان نقولهم اللي هي ايه هو عملية تقييم الفرشة ازاي يستدل على رتوبة الفرشة نستدل على رتوبة الفرشة بصلي بقى بيه تلات خطوات رئيسية بسيطة جدا 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 اولا حضرتك حتخش على الفرشة حتاخد شوية كده بقبضة ايدك واحتضغط عليهم ضغطة جمدة بعدين حتسيب ايدك تفك كده تمام اذا تناصر كل الفرشة تناصرت من ايدك وفكت كلها بسرعة تأكد ان الفرشة شديدة الجفاف وده غير مطلوب بالنسبة لنا كويس يا مستر كده مية مية طيب عملتك الاخات اللي هي في قبضة ايدي كده شوية من الفرشة اللي هي الفرشة طبعا قد تكون من التبنى او من الشرط الخشب زي ما احنا قلناه قبل كده تمام وجيت نفتح ايدي لقيت الفرشة تكورت في ايدي متكورة خالص وما فكتش لا ده كده نسبة الرطوبة عالية عكس الحالة الاولى طب دي مطلوبة قال لي برضو يا مستر مش مطلوبة كويس قوي طب الحالة التالتة برضو وانا عامل الفرشة في قبضة ايدي وانا بنفتح قبضة ايدي لقيت الفرشة تمام بتفك بس بعد دقيقة كويس او ده المطلوب يبقى الفرشة كده متوسطة الرطوبة وده اللي مطلوب بالنسبة لي انا يبقى ما هو المرشد العملي لتقييم الفرشة او كيف تستدل على رطوبة الفرشة من خلال المرشد العملي حيسألك فيها المقيم واكيد طبعا سألك وقيمك فيها لازم تكونوا فاهمين الكلام ده كويس واحنا بنرجع عليه وبنأكد عليه معلوماتنا عشان حضرتك تبقى فاهب تمام من خلال تلات حالات اللي انا قلتلك عليهم دول كويس قوي فبص بقى رمعايا يستدل علي من المرشد العملي لرطوبة الفرشة ففي حالة التحام وتكور وتماسك الجزء داخل اليد فهذا دليل على ارتفاع الرطوبة يبقى قلتلك طب ده مرغوب يا مستر لا مش مرغوب بلاشه نقطة تانية في حالة تفتت الجزء المتكور بعد انفراج اليد وركز مباشرة في هذا دليل على جفاف الفرشة طب ده مطلوب يا مستر برضو غير مطلوب طيب الحالة التالتة في حالة تفتت الجزء المتكور بعد فترة قليلة تمام من انفراج اليد فهذا دليل على جودة رطوبة الفرشة طب رطوبة الفرشة شباب مفروض لا تتجاوز 35% يبقى الفرشة نسبة الرطوبة فيها مفروض انها لا تتجاوز كام 35% طب كل طالب فيكو دلوقتي يعرف يعمل الكلام ده ما تخش في مدرستك فأي عمبر من عنابر الدواجن اعمل الكلام ده بيدك قيم بنفسك اعمل كده نفس اللي انا بنقوله بالزبط فقبضت ايدك جزء من الفرشة فكتها لقيت تناصرت كل اللي فيه بس طبعا قبضت ايدك كده مش كده تناصر كل اللي فيه الجفاف شكرا مش عايزينها طيب عملت كده تكورت الفرشة كلها تمام وما فكتش لا دي فرشة شديدة الرطوبة ومش عايزينها طيب عملت كده وفكت الرطوبة فكت الفرشة مني ولكن بعد لحظات يعني قليلة اقول بعد دقيقة تمام لا ده تبقى فيه هي دي الفرشة الجيدة المطلوبة اللي نسبة الرطوبة فيها طبيعية اللي احنا عايزينها اللي هي مفروض لا تتخطي كم في المية 35% تمام يا شباب كده معي ولا لأ ننقل بعد كده عن النقطة اللي بعدين ما هي مواصفات دجاج اللح مهمة جدا 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 من اهم مواصفات دجاج اللح انه يتميز قلتلك في بداية الحلقة بسرعة النمو سرعة النمو تمام اتساع الصدر الصدر عريض مكنس باللح كويس قوي يتميز طائر دجاج التسمين تحديدا بالهدوء تمام يتميز بالنمو السريع هي مقترنة بكلمة سرعة النمو اللي اتنين واحد سرعة النمو والنمو السريع تمام اتساع الصدر تمام طبعا يتميز بالهدوء ماشي بعد كده النقطة رقم خمسة يتميز بامتلاء الجسم الجسم بتعمل ياه لانه ده طائر اساسا مخصص لانتاج الياه شباب اللح لذلك انا بنقولك تتميز كتكيت اللحم بالمواصفات الاتية فادم هو طائر لح يبقى جسمه طبعا مكنس باللح يعني ايه ممتلئ بالايه ممتلئ الجسم باللح بالاضافة الى اهم نقطة بقى بتقابلني في الكلام ده كله مع سرعة النمو المقاومة للامراض يعني ايه المقاومة للامراض يا مستقى مقاومة الطائر للامراض الطائر لديه عكس ما الناس كانت متخيلة ان الطائر ده شديد الحساسية للامراض لا الطائر ده جاجة تسمين من اهم مزاياه انه طائر مقاوم للامراض يعني مش مجرد ما يأثر عليه اي شيء برضه يتأثر لا مقاوم جيد للامراض نقطة اللي بعد كده والمهمة جدا 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 الكفاءة التحويلية للغذاء عالية الكفاءة التحويلية للغذاء عالية قلنا يعني يا مستر الكفاءة التحويلية وقلناها مرارا وتكرارا ودي مهمة جدا بالنسبة لنا كفاءة تحويلية على سبيل المساء لو قلت الكفاءة التحويلية لدجاجة تسمين اتنين لواحد ماذا تعني الكفاءة التحويلية لدجاجة تسمين اتنين لواحد تعني انه قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم هي دي اسمها كفاءة تحويلية قدرة الطائر على تحويل العليقة الى لحم طيب يا مصطر الاتنين والواحد اللي حضرتك بتقول لنا عليهم إذا تغزى الطائر على اتنين كيلو عليها مفروض نحصل على كم كيلو لحب على كيلو لحب نقول تاني يعني إيه الكفاءة التحولية يعني إيه الكفاءة التحولية الكفاءة التحولية تتضمى قدرة الطائر على تحويل العليها إلى لحب فبنقول إذا كانت الكفاءة التحولية لطائر دجاج التسمين اتنين لواحد إذن نفهم أنا كطالب إيه انه كلما تغزى الطاقن على اثنين كيلو عليها نحصل على كم كيلو لحم طب لما نقول لها حضرتك الكفاءة التحولية زي ما بتظهر معنا مثلا في دجاج او مش دجاج بازالتور المائية مثلا قد تصل الى اثنين ونص الى تلاتة تمام كده لواحد يعني الكلام ده يعني كلما تغزى الطاقن على اثنين كيلو ونص عليها او تلاتة كيلو عليها يحولهم الى كيلو من اللحم معايا كده ولا لا طب ده يفرق معايا في ايه يفرق معاك كتير جدا ان الطاقر قدرته على تحويل العليقة اللحم ان الطاقر بيستهل طب لو استهلك اكتر يا مستر من العليقة وحولها اللحم ده الافيت بالنسبة لي كمربي ولا اذا استهلك اقل وحولها اللحم انت ترد على السؤال ده بنفسك لان اعتقد الاجابة واضحة لان لما يتغزى على كمية اقل ويحولها اللحم ده يبقى الطاقر ده متميز جدا وكفاءة التحولية عالية وسرعة النموة عالية وارباح حضرتك حتكون عالية لان معدل استهلاك العالية هنا حيقل فمصروفاتك حتقل فارباحك حتزيد يا ريت الناس تكون فاهمة معايا الملحوظة دي كواس جدا يا شباب معلشي بنقولك شرح تفصيلي كما لو كنا بنشرح لأول مرة عشان لو ناس ما كانتش تابعت معنا الحلقات اللي فاتت برضو تقدر تلم الدنيا معانا طيب نكمل بعد كده نسبة التصافي والتشافي تعالى كده نشوفه يعني ايه نسبة التصافي والتشافي كمصطلح غريب شوية بالنسبة للناس لكن بالنسبة لي حنفهمولك بمنطقة البساطة نسبة التصافي هو بيقول لي اينا نسبة التصافي العالية والتشافي الايه العالية طب تعالى نقوله نسبة التصافي الاول وبعدين نتكلم على نسبة الايه التشافي نسبة التصافي يا شباب عبارة عن وزن وزن الطائر الحي على مين وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مية قول لي كده تاني واكتب الملحوظة دي اكتب لي كده بإيدك نسبة التصافي تساوي نسبة التصافي تساوي تساوي مية وزن الزبيحة المجهزة وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مية ايه يا مستر الكلام ده نقول لك بممتال بساطة حضرتك روح تتشتري تمام دجاجة تمام من عند الرجل فقلت له لو سمحت انا عايز دجاجة اتنين كيلو وزنها لك طلع وزنها اتنين كيلو اللي اتنين كيلو ده وزن الطائر الحي اللي حيتحط في البسط ولا في المقام حيتحط في المقام طيب اللي اتنين كيلو دولت عبارة عن الفين جرام تمام يا مستر فوق بام قلت له طب اتبحها لي بعد اذنك ده بحها الراجل هيشيل الارجل هيشيل الاحشاء هيشيل المصارين والكلام ده كله قلت له اوزل الزبيحة وزنة الزبيحة طلع وزنها كيلو نص معايا كده او لا لا يعني 1500 جرام هيبقى معانا ايه بقى هيبقى 1500 على الالفين مضروبا في مية 1500 على الالفين مضروبا في كام في مية هتطلع مثلا 75% يبقى نسبة التصافي عندنا تكون كم في المية هتكون نسبة التصافي في هذه الحالة كام يا شباب معانا 75% يبقى ما هي نسبة التصافي وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مية كويس اوي عرفناها اكتب بايدك طب نسبة التصافي نسبة التصافي بتساوي وزن الزبيحة تمام الخالية من العز يعني هتشيل من العض انت بقى بعد ما دبحلك الدبيحة حضرتك قوله اخلهالي من العض انت مش حايز صاع عض بقى ده كده مشافية زي ما احنا بنقول يعني اذا نسبة التصافي تساوي وزن الزبيحة الخالية من العز على وزن الطائر الحي مضروبا في مية عرفنا الفرق ما بين نسبة التصافي والفرق ما بين نسبة التصافي يا شباب ولا لا يبقى تاني نسبة التصافي وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطائر الحي مضروبا في مية أما نسبة التشافي فتساوي وزن الزبيحة الخالية من العض تمام كده على وزن الطائر الحي كلام ده مضروبا فيه كام فيه مية يبقى تاني مواصفات دجاج اللحم تحدثنا عنها باستفادة نرجحها سريعا مع بعض يتميز بسرعة النمو اتساع الصد يتميز بالهدوء يتميز بامتلاء الجسم المقاومة للأمراض الكفاءة التحولية العالية بعد كده نسبة تصافي وتشافي علي نقطة اللي بعد كده يا شباب مما يتركب هننقلباه على نقطة تانية عايز نعرف ما هي اجزاء الجهاز التنفسي في الدجاج مش هنتناولهم بشرح كامل يعني ولكن هنعرف العناصر الرئيسية التي يتكون منها الجهاز التنفسي في الدجاج بيتكون من تمن نقاط رئيسية اولا الانف والممرات الانفية ثانيا الحنجرة او البلعوم ثالثا الحنجرة يبا ثلاث نقط مرتبطين ببعض الانف يليه البلعوم يليه الحنجرة قول لي كده معايا مما يتركب الجهاز التنفسي في الدجاج الانف والممرات الانفية يليه البلعوم يليه الحنجرة ثم القصب الهوائية ثم مين القصب الهوائية ثم الشعب الهوائي يعني يا مصطة في قصبة هوائية وفي شعب هوائية آه في الدجاج في قصبة هوائية وشعب هوائية ثم الرئة تمام ثم الأكياس الهوائية ثم الحجاب الحاجز لا أقول معي كده تاني الأنف والممرات الأنفية البلعوم الحنجرة القصبة الهوائية الشعب الهوائية الرئة الأكياس الهوائية الحجاب الحاجز يبقى يتركب الجهاز التنفسي فئة دجاج من ثمن أجزاء رئيسية من ثمن أجزاء رئيسية اللي تناولناها ديت مع بعض وطبعا الشرح بقى والتفصيل يعني أعرف بس الشكل العام بالنسبة لنا لأنه مش موضوع رئيسي بالنسبة للوحدة أهم حاجة حضرتك تعرف الأجزاء الرئيسية التي يتكون من الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت هنأخذ برضو الأجزاء الرئيسية للجهاز الهضمي يبقى أخذنا فكرة عن كل دجاج التسمية من احتياجاته الغذائية وعمليات التحديد تمام وأنواع العنابر التي يربى فيها واحتياجاته البيئية والاحتياجات الصحية بالإضافة إلى التكوين العام للجهاز التنفسي اللي زي ما قلنا الأنفئ والممرات الأنفئية ثم البلعوم ثم الحنجرة ثم القصب الهوائية ثم الشعب الهوائية ثم الرئة ثم الأكياس الهوائية ثم الحجاب الحاجز نقطة تانية اللي بعد كده زي ما قلت لك هنتناول تركيب الجهاز الهضمي تعالوا نشوفوا الجهاز الهضمي وعايز طالب شاطر يلاحظ إيه اللي موجود في الجهاز التنفسي نلاقيه موجود ومكرر معايا في الجهاز الهضمي نقطة الأولى بيقولي المنقار اتنين اللسان تلاتة البلعوم أربعة المريء أيوة ها شايف طالب شاطر بيقولي استنى يا مستا ده البلعوم ده كان موجود فيه الجهاز التنفسي إذن البلعوم مشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الدوري يوجد في الجهازين الجهاز الدوري والجهاز التنفسي شاطر كده تمام معايا نحب الطالب اللمح اللي يلمح المعلومة على طول معانا تاني يبقى يتركب الجهاز الهضمي من المنقار اللسان البلعوم المريء بعد كده الحصلة تمام ثم المعدة الغدية ثم القانصة القانصة دي تعتبر معدى نوع من أنواع المعدة لأن أنا عندي معدتين معدى غدية ومعدة عضلية معدى ايه عضلية؟ العضلية ديت اكتب انت وانت بتكتب كده وراي بين قسين جنب القانصة اكتب لي المعدة العضلية يبقى عندي كم معدى بالنسبة ليه؟ الدجاج معدتين معدى غدية ومعدة عضلية المعدة العضلية اللي بيطلق عليها القانصة ثم الاسن عشر ثم البنكرياس ثم الأمعاء الدقيقة ثم الأعوارين ثم الأمعاء الغليزة يبقى يتركب الجهاز الهضمي من 12 نقطة رئيسية تمام؟ المنقار واللسان البلعوم والمريء الحصلة والمعدة الغدية القانصة والإثنى عشر البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعوارين والأمعاء الغليزة بينما يتركب الجهاز التنفسي من 8 نقاط العامل المشترك ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الدوري هو ميم فقط قلب العوم تمام يا شباب؟ ننقل عن نقطة اللي بعد كده نتكلم بقى على ما هي برامج التغذية لدجاج التسمية نقطة دي مهمة جدا 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 في عمليات التقييم بالنسبة لحضرتك زي ما قلت موضوع الفارشة مهمة جدا في عمليات التقييم أيضا برامج التغذية دي مهمة جدا يتم اتباع أو تقديم نوعين من أنواع العليق يتم تقديم نوعين من أنواع العليق النوع الأول منهم إما نتقدم عليها بادئة عليها إيه؟ بادئة لغاية عمره 21 يوم من عمره يوم لعمره 21 يوم نغذي فيها على كم في المئة بروتين ركز معي بالله عليك عشان نقطة مهمة جدا جدا فيه عمليات التقييم 23 في المئة بروتين تانية مستقر يتم تقديم نوعين من أنواع العليقة ده نمرة واحد أول برنامج بالنسبة لي إما أنا عندي برنامج يتم تقديم نوعين وعندي برنامج تانية يتم تقديم كم نوع؟ 3 أنواع البرنامج اللي حيتم تقديم فيه كم نوع؟ نوعين يعني على مرحلتين؟ المرحلة الأولى تبدأ من عمر يوم إلى عمره 21 يوم ويتم التخزية فيها على 23% بروتين حيجي يسألك كده يقولك يتم التخزية تمام؟ فيه؟ الدجاج التسمية فيه؟ المرحلة الأولى على كام؟ على 23% بروتين طيب المرحلة التانية أو العليقة النامي يبقى العليقة البادي كانت نسبتها 23% العليقة اللي بعدها اسمها العليقة النامي لغزي فعلا كان دي من عمره 21 يوم حتى التسويق من عمري كما يا شباب من عمره 21 يوم حتى التسويق ويتم التخزية فيها على 21% بروتين حتقول لي يا مستر قللت ليه؟ فيه؟ نسبة البروتين يحتاج الطائر إلى نسبة بروتين عالية في المراحل الأولى بعد كده ممكن تخف معايا أو تقل ما فيه مشكلة خالق ده كلام 100 مية يبقى بالنسبة لبرامج التخزية المتبعة أول حاجة قلنا يتم تقديم نوعين من العليقة من عمر يوم على عليقة بادئ من عمر يوم إلى 21 يوم عليقة بادئ نسبة البروتين فيها 23% تاني نوع من عمر 21 يوم إلى التسويق يتم التخزية فيه على عليقة نامي تمام؟ وديت بنسبة 21% بروتين طب النظام التاني اللي هو به تقديم سلاسة أنواع من العليقة يا مستر انت مش قلت اتنيه هناك بعض المربون يفضلون أن يتم التخزية بدل على مرتين لا يخليها على كم مرحلة على ثلاث مراحل احنا أسمنا المرحلة اللي فاتت لكم مرحلة مرحلة ايه؟ قلناها بمنطقة البساطة من عمر يوم إلى عمر 21 يوم 23% بروتين عليقة بادئ عليقة ايه؟ بادئ طب العليقة النامي قلنا من 21 يوم حتى التسويق بتغذي فيها على كم فلمية بروتين قلنا بينغذي فيها على 21% بروتين ده بعض المربين يقول لك يا عم أنا هنعمل نظام كده هو على مرتين وخلاء بعض الناس التانية يقول لك لا أنا هنقسم المراحل ديه لكم مرحلة لثلاث مراحل تقديم عليقة بادئة من عمر يوم حتى عمر 21 يوم تحتوي على 23% بروتين تحتوي على 23% بروتين يبقى تقديم عليقة بادئة من عمر يوم حتى عمر 21 يوم تمام طب العليقة التانية يتم تقديم عليقة نامية من عمر 21 يوم وحتى 30 يوم على 21% بروتين يا مستر كده المرحلتين دول ما اختلفناش فيهم تمام مية مية تاني تقديم عليقة بادئة من عمر يوم حتى 21 يوم على 23% بروتين تاني نظام تقديم عليقة نامية من عمر 21 يوم وحتى 30 يوم على 21% بروتين اللي بعد كده تقديم تالت نوع بقى تقديم عليقة ناهية من عمر 30 يوم وحتى التسويق على 18% بروتين ده كده تقديم سلاسة انواع من العليقة يبقى تلت انواع من عليقة النوع الاول والتاني شبهه التالت خدنا بقى من ايه من 21 لغاية 30 اسمناه وقدمنا العليقة التالتة اللي هي طبعا تقدم عليقة ناهية من عمر 30 يوم وحتى التسويق على 18% بروتين تمام يا شباب معايا كده ولا لا تمام ده ننقل بعد كده على نقطة تانية اللي هي ما هي العوامل ما هي العوامل التي تؤثر على استهلاك الغذاء والنمو ومعدل التحويل الغذائي عوامل مهمة جدا جدا تؤثر على استهلاك يعني يخلي الطار يستهلك عليها اعلى ولا اقل الكلام ده يكون طبقا ليه العوامل دي عبارة عن مين نمرة واحد نوعية العليقة اتنين درجة حرارة العنبر تلاتة عدد ساعات الاضاءة لا تعالى كده اقول لي واحدة واحدة مستق نوعية العليقة يعني ايه نوعية العليقة يعني الطائر لو كان بيتغذى على عليها مستساغة معدل استهلاك العليقة يزيد ولا يقل يزيد بيستهلك عليها حضرتك بتغذيه على عليها حطتها اول بول مش ماركونة مش مخزنة ريحتها مش طالعة معدل استهلاك بتاع العليقة حيزيه طب لو عملنا العكس معدل الاستهلاك حيقل نقطة اللي بعد كده درجة حرارة العنبر اذا ارتفعت درجة حرارة العنبر عن الحد المطلوب يقل استهلاك الطائر من العليقة ويزيد استهلاكه من المياه تمام طب تلاتة عدد ساعات عدد ساعات الاضاءة عدد ساعات الاضاءة التهوية والتبادل الغازي تمام خمسة نسبة الرطوبة في العنبة ستة استساغة العليقة زي ما قلتلك او طعمها او راحتها الكلام ده يقسر ولا لا يقسر يقسر طب يا مستا في النقطة بتاعت نسبة الرطوبة اذا ارتفعت نسبة الرطوبة في العنبة يزيد الاستهلاك لا حيقل استهلاك العليقة تمام طب التهوية لو كانت التهوية سيئة في داخل العنبة يقل استهلاك العليقة طب لو عدد ساعات الاضاءة عدد ساعات اضاءة غير العدد المقرر له هتقل برضو عمليات الاستهلاك انا قلتلك الاضاءة بتؤثر تأثير مباشر على مي على الطائر تمام بعد كده معدل استهلاك المياه اذا زاد استهلاك العليقة حيزيد استهلاك الماء لان الطائر بيأكل في عيوز يشرب ده بديهة نقطة رقم تمانية الازدحام في العنبة يؤثر ولا لا يؤثر الازدحام في العنبة يؤثر على معدل استهلاك العليقة مش هيبه فيه تجانس بالنسبة للطاب بعد كده عندي عملية الاجهاد ثم العمر ثم ايه العمر كلما تقدم الطائر في العمر كلما قل استهلاكه من العليقة بعد كده الجنس فالذكر اسرع نموا تمام الجنس فالذكر اسرع نموا من الاناس ده الطبيعي بتاعنا تمام لذلك بتلاقي معدلات النمو في الزكور اسرع من الاناس واحجام الزكور اكبر من الاناس بعد كده عندي الامراض التي تصيب الطيون اذا اصيب الطائر طبعا باي نوع من انواع الامراض الطبيعي بتاعنا انه حيقل استهلاكه من العليقة تمام يا شباب كده ديت مراجعة سريعة كده قلناها على وحدة دجاج التسمين يارب يكون الناس استفادت منها وان شاء الله بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله نستكمل موضوع المراجعات مع بعضينا وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة وشكر خاص لأسرة البرنامج كان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري قناة مصر للتعليم الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته